قطعا كل التعزية ومن قلوبنا نحن نعزي أنفسنا احنا بنتكلم على أنه الأهالي أو أهالينا اللي راحوا والأطفال الزغيرين دول أهالينا زي أي حد في الدنيا وقطعا احنا أكيد بنتمنن ربنا سبحانه وتعالى يعني بإذن الله يشفي أهالينا اللي لازالوا مصابين داخل المستشفى يموب ألف سلام يمكن أقدر أقولك أن احنا النهاردة كنا موجودين برنامج التاسعة تحديدا يوسف مزيع البرنامج كان موجود هناك في الكنيسة علشان ننقل لحضراتكم اللي جرى واللي جرى بعيدا عن الحدثة فقط واللي حصل ولكن اللي جرى من أهالينا سكان المنطقة هناك في المنيرة في مبابة أهالينا اللي ما تقدرش تعرف مين مسلم ومين مسيحي أهالينا اللي ما بيفكروش في مثل هذه الأمور لأنه بمنتهى البساطة هو إنسان وببساطة أخرى هو بني آدم مواطن مصري دي كل القصة حتى ونواقف فلفت نظري عمارة مواجهة لمبنى بتاع الكنيسة أو مواجهة تحديدا للشارع اللي فيه كنيسة أبو سيفين وعليها يفططين لاتنين محامين حتى سألت زملائي الأعزاء روز وعبدالله بتقولهم مين فيك ويقدر يقول لي اللي يفططين دول الأسامي اللي عليهم مين المسلم ومين المسيحي ولا هتعرف على الإطلاق اقرأ الاسمين ولا حي مقدرش طبعا أقول أسامي السادة المحامين أصحاب اللافتتين لمكاتبهم لكن هما لو بيتفرجوا دلوقتي وأظنهم بيشوفوا يعني أنهم شافونا وإحنا موجودين هناك أنت مش هتعرف مين فيهم مسلم ومين مسيحي بالمناسبة ومش بالضرورة تعرف وما يهمكش تعرف المهم إنه مصري ترجمة نانسي قنقر